علي عبد العال فجأة اسمه قفز وبقت عليه حفلة وتقريباً اتقارد فتحته عند النظام النجس قرينا كده أو طلعنا لقينا فيديو لعمر قديب بيكلم على إنه أرى حوار لمصطفى بكري بيقول إن يا علي عبد العال زعلان وقاعد في البيت علي إيه اللي بزعلك يا علوك وإنت متعرش دورك يا دوة ولا إيه؟ دورك كان بكر اتولدت وخلصت في الزبالة إنما بكري طلع يدافع عن نفسه بعد الحوار مع المصر اليوم وقال مستقبل وطن ما كانش عدائي إطلاقاً مع علي عبد العال ده اللي قاله النائب الزميل بتعامر قديب اللي قال مستقبل وطن ما كانش عدائي مع علي عبد العال السؤال الموضوع مش فيه مستقبل وطن يا علي يا علي لا تدافع لا تجادل ولا تنيني أخ علي عارف الجملة دي كانت في الم إيه؟ آه صح الإرهابي حبيب أليه لا تنخش ولا تجادل يا أخ علي ما خلصت يا أخ علي لكن كلام مصطفى صح هل مستقبل وطن ما كانش عدائي مع علي عليك طيب قد الخبر قدامنا بعد الحوار المصر اليوم إنه وبقى قال لعلي عبد العال غيابك غير مقبول والاحتكام لللاقيحة الله ده الحفلة وصلت للبرطمان يا علي قادي يا علي ونبي تطلع كده يا مصطفى وريني التفاصيل فجأة كده مجلس النواب البرطمان النهاردة طلع يقول لعلي عبد العال بوص بقى غيابة غير مقبول بعد ما مصطفى بكر تكلم عنه طلب النائب عبد المنعي مئمام رئيس حزب العدل حد يسمع عن حزب باسم العدل هو موجود بتطبيق لائحة الغياب بدون إذن على النائب علي عبد العال وأضاف ده نائب أنا كأنه كرئيس حزب وشاهد عيان يرى الفرق الكبير في إدارة حزن المجلس والمجلس السابق وحتى في أداء رئيس المجلس الحالي ورئيس المجلس السابق والفرق الكبير والجميع عرف أن الفرق اللي صالح حنف بدأ الله عالي وقادي النائب ياسر عمر إذا زاهد عبد العال في قبول البدلات كعشرات من أعضاء المجلس الحالي والسابق عليها أن يعلن وانت حالي بتقبض كمان انت عدت في بيته بتقبض عليها أن يعلن التبرع لجهات كثيرة أما إذا كان ترفعا منه أن يتقدى المقابل أرى أنه غير مقبول أن يمتنع عن حضر الجلسات ويترفع عن المقابل بهذا الشكل يا حضرات أنا قلت لك يا علي اعمل زي المستشار سيريسيو ما هو يا علي الأيام دول أنت نفس الخزوء اللي أنت خدته اديته زمان من خمس سنين للمستشار سيريسيو وأظن يا حضرات برنامج مصر النهاردة هو البرنامج الوحيد اللي عمل المقارنة دي ما حدث للمستشار سيريسيو هو اللي حصل بالضبط لعلي عبد العال الغريبة أنه بطل القصتين علي عبد العال لوحده علي عبد العال في الدورة الأولى حضر المستشار سيريسيو وكان مفروض أنه هيتعين رئيس مجلس والقصة خلصت فجأة فوجئ سيريسيو بأنه علي علي اللي كان مسح أحزية في البرلمان بقى هو رئيس البرلمان سيريسيو عمل حاجة لطيفة جدا استقال وأنا قلت لعلي يا علي استقيل أنا قلت لك يا علي اعمل زي المستشار سيريسيو مستقيل وعلي قاعد شمتان في سيريسيو كل هذه السنوات الماضية حضراته وفجأة بيشرب من نفس الكاس علي إما أنك تحضر زي الجزمة وتقعد زي أي برطمان فيهم وإما أنك أنت تعمل زي الرجل محترم سيريسيو وتأخذ بعدك وتقعد في البيت وتعلن اعتزالك العمل السياسي والاجتماعي وتكتفي بأنك تقعد في حديقة نادي الجزيرة وتأخذ عارف أنت البرطمان بتعلمون اللي بيوزعوه في نادي الجزيرة ده أنا شربت منه كتير حسين الإمام الله يرحمه كان كل ما عايزين يجيبهولي وعلى فكرة بيحطوا عليه نعناع أي عدو في نادي الجزيرة عايزة في قصة دي خذ الخبر ده النواب يوافق على عدم سفر أعضاء مجلس الشيوخ دون إذن الله ده السيناتورز يا جوانا برضو طبيعي جدا دي أننا يا حضرات بعد الفيلمين دي قول أننا نبقى في قاعة الديمقراطية أدي خبر من مجموعة قيامة عام مصر في قاع مؤشرات الديمقراطية والحريات واسيات القانون أدي الخبر هو مصر في الديل القايمة بتاعة مؤشر الديمقراطيات والحريات حذر السياسيون وحقوقيون مصريون من عدم قدرة مصر على التقدم في المؤشر اللي يتعلق بالحدود إلى آخره ده لأن الحقيقة من بينها مؤشر الديمقراطية العام 2020 الصادر عن مجلة The Economist البريطانية بسبب استمرار القمع ويقيس المؤشر الديمقراطية في 167 دولة ويستنت في تصنيفي على 60 معيارا فرعيا مجمعة في الفئات الخمسة التالية العمالة الانتخابية تعددية عمل الحكومة المشركة السياسية الثقافة السياسية والديمقراطية الحرات المدنية ويصنف المؤشر دول العالم إلى أربع فئات رئيسية مصر بقت في القاع طبيعي جدا البلد تبقى معارضة للانهيار بسبب الظلم والقمع خد عندك الخبر ده يزيد صايغ الخبير والمثقف بيتوقع مستقبل النظام العسكري في مصر يا ترى ماذا يقول الخبير يزيد صايغ بيقول الانهيار أو الحرب الأهلية يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر من يزيد صايغ ده بقى ده راجل اللي مؤلفات عن جمهورية العسكر الراجل ده جمعه كاتب تئيل جدا قال البروفيسور يزيد صايغ كبير الباحثين بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أن السيسي هو الفرد الأقوى من دون منازع داخل بنية النظام المصري لكنه رهينة ائتلاف حاكم في مقدمته الجيش والدخلية والقضاء وأوضح كبير الباحثين خلال ندوة نظامها المركز المصري للإعلام بعنوان الدور السياسي لقوات المسلحة أمس السبب أن المؤسسة العسكرية المصرية استطاعت أن تصنع لنفسها سلطة ووضعا مميزا في تعديلات الدستور سنة 19 وبالتالي لا يستطيع أي رئيس مقبل التأثير عليها وفق قوله وقال أنه من النظام اللي نشأ بعد 2013 لكن بيقول تقييمي يعني أنه البلد دي النظام ده إما أنه هيسقط قريبا أو يعني هيسقط أو البلد هتخش في حرب أهلية الخلاصة يا حضرات أنه طول ما فيه ديكتاتورية وقمع ورأي واحد طبيعي طبيعي أنك تلاقي فشل فقر وتأخر في كل المجالات لأن الاستبداد عدوى بدأت الحقيقة من أكبر راس خليها راس وبتصيب كل حاجة في البلد لحد أصغر غفير